فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية بعدما ذكر الآثار عن إمام أحمد رحمه الله في القوس الفارسية والعربية قال المؤلف رحمه الله ولأصحابنا في القوس الفارسية ونحوها كلام طويل ليس هذا موضعه وإنما نبهت بذلك على أن ما لم يكن من هدي المسلمين بل هو من هدي العجم أو نحوهم وإن ظهرت فائدته ووضحت منفعته تراهم يترددون فيه ويختلفون لتعارض الدليلين دليل ملازمة الهدي الأول ودليل استعمال هذا الذي فيه منفعة بلا مضرة مع أنه ليس من العبادات وتوابعها وإنما هو من الأمور الدنيوية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقدم لنا أكثر من مرة أن الواجب مخالفة غير المسلمين فيما هو من عباداتهم وكذلك ما هو من عاداتهم الخاصة بهم لأن التشبه بهم في ذلك يجر إلى محبتهم وموافقتهم ولأن ديننا ولله الحمد أغنان الله به وما شرعه فيه من مصالح الدنيا والدين بحيث لا نحتاج إلى أن نستورد من أعمال الكفار وعاداتهم الخاصة بهم لنعتز بديننا ونتميز به على غيرنا قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس فكيف بأمة خير أمة أخرجت للناس يكون من أفرادها من يتنكر لهذه الخيرية ويستورد من عبادات الكفار وأعمالهم ما يدل على أنه يرى أن ديننا بحاجة إلى أن يكمل من دين الكفار وعاداتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد انعكس الأمر الآن كما هو واضح فلا يحلو في ذوق كثير من الناس إلا ما كان مستوردا من عادات الكفار وتقاليدهم حتى في اللغة وحتى في اللباس وحتى الرجال والنساء يتزيون بزي الكفار في أبدانهم وفي ملابسهم وفي كلامهم وكل شيء وهيئة الأكل وهيئة الشرب والدعوات والولائم التي تقام وحتى في التحية عند اللقاء وغير ذلك من الأمور مما يدل على أن أكثر الناس لا يحلو في ذوقهم إلا ما كان من الكفار وهذا استشعار للضعف أنهم لم يدركوا قوة الإسلام ولا عزة الإسلام ولا التشرف بالإسلام لم يدركوا هذا وإنما يرون أن الكمال عند الكفار ولذلك يتشبهون بهم فينبغي أو يجب تنبه لهذا الأمر يجب التنبه لهذا الأمر لأن استجلاب هذه الأمور من الكفار يغير من دين الإسلام ويقلل من شأن دين الإسلام واعتقاد أنه ناقص فهذا أمر خطير جداً ولذلك القاعدة العامة أننا لا نتشبه بالكفار لا في عباداتهم ولا في عاداتهم الخاصة بهم حتى في السلاح إذا كان عندنا سلاح فتاك ويكفي فإننا لا نستعمل سلاح الكفار لأننا لسنا بحاجة إليه فكيف بغير ذلك من الأمور؟ وقد كما ذكرنا صار المستساغ عند كثير من المسلمين هو ما يشبه ما عليه الكفار ويكون ذلك فخراً لهم وتسابقون إليه كأنهم يشعرون أن الإسلام فيه ضعف وفيه حاجة وفيه وأنه ناقص وليس بكامل هذا أمر خطير جر المسلمين إلى الذلها الآن والاستجداء وأنهم كما وصفهم الكفار أمة متخلفة أو أمة نامية سمونا الدول النامية الدول النامية على الأسف أو النامة أن المسلمين يقال لهم النامية فهذا الحقيقة هو نتيجة أن المسلمين أنهم صاروا أتباعاً للكفار وصاروا يتلقفون منهم الثقافة وكل شيء وأما دين الإسلام فهو عندهم معطل من المنافع إنما قد ينتسبون إليه أو يعملون ببعض شرائعه من باب العادات تقريباً أو يسمونها العادات والتقاليد يسمونها العادات والتقاليد عادات أو تقاليد ما أشبه ذلك من العبارات فبلغ الأمر بالمسلمين ما بلغ الآن حتى صاروا عالة على الكفار والكفار صاروا يقودونهم ويتحكمون فيهم نعم ومن لم يرضى عنه الكفار فإنه يكون مغضوباً عليه لا ما يكفي أنه مغضوب عليه يكون ناقصاً عند الناس ويكون مسكيناً ويكون لا قيمة له اشتركوا في القناة